موسيقى اهلا بكل مشاهدينا وانما تكونون وانما تتابعونا بتأكيد بلشنا وياكم رحلتنا لهذا اليوم على مدار ساعة كاملة من البث المباشر خلال هذه الساعة بتأكيد من استراحة تظاهيرها رح نقدم الكثير والعديد من التقارير وايضا الفقرات المتنوعة والمتميزة وبنفس الوقت ضيوف كرامي نورونا بداخل الاستوديو دائما الهدف ممكن من خلال هذه الساعة ومن خلال هذه التقارير والفقرات ونقدم دائما النصاح وايضا ممكن الاستفادة لكل الاشخاص اللي يشاهدون بالوقت الحالي من داخل وخارج العراق أنا أتمنى كبداية أن يكون يومكم جميل وسعيد لهذا اليوم اللي بيعتقى الإيجابية وايضا بالأمل والتفاعل دائما خلينا نكون متفائلين بتحقيق أهدافنا لأنه بالنهاية ممكن الأهداف الصغيرة تأدي إلى أنه يزيد من اندفاعنا لتحقيق النجاح وممكن الخطوات نحو الطريق الصحيح دائما خلينا نختار الأمور بشكل صحيح ممكن سواء كارت من خلال استشارة الأصدقاء الأهل وأيضا ممكن الأصحاب اللي يكونون موجودين معنا بداخل أو زملاء بداخل العمل لأنه بالنهاية الإنسان لابد أنه يأخذ بآراء الآخرين وممكن أنه يكون هو بالنهاية يختار الأمور اللي يتفيده دائما الأشخاص اللي هما يكونون مقتنعين بالأمور اللي ممكن أن يقومون بيها بالنهاية هما اللي رح يتحملون مسؤولية الشيء اللي رح يفوتون به لأنه بالنهاية في بعض الأحيان هناك بعض الأشخاص بسبب إخفاق معين بالتأكيد رح يقومون يلومون الأشخاص اللي هم منطهم النصيحة واللي يمكن اجبروهم على أنه يقومون بهذا الشيء بالنهاية أنا أتمنى أن يكون لهذا اليوم هو يوم سعيد وجميل على كل مشاهدين وبنفس الوقت هو يوم ممكن أن يكون لتحقيق الأهداف والطموحات كبداية احنا دائما مثل ما نبلش باستراحتنا بالدقائق الأولى بفاصل ومن بعدها كدل نعوده طبعا بالتأكيد مشاهدين الأحباب كاملين ياكم مشوارنا لهذا اليوم وبعدنا بدقائقنا الأولى من ساعتنا لاستراحة الظاهرة مما أنه احنا مقبلين على العام الدراسي الجديد فبتأكيد يكون هناك أقبال جدا قوي على الأسواق أو المحاد اللي ممكن أن تبيع عن التجهيزات المدرسية سواء القرطسية سواء كانت أيضا ممكن الملابس الحقائب الخاصة بالمدرسة كل هذه الأمور ممكن أنه تعتبر من الأشياء المفرحة للطالب وأيضا بنفس الوقت للبعض الآخر ممكن أنه تعتبر من الأشياء اللي هم ما يحبوها للأسف اليوم يعني إحنا نشوف كل ما تقترب المدارس الطالب ممكن أن نسأله فرحان أنت رح تبلش المدرسة يقول لا أنا ضايج يا ترى شون الأسباب اللي خلت الأطفال ممكن أنه يضوجون مع بداية العام الدراسي مع العلم في حين قسم كبير أيضا من الأطفال الآخرين بالعكس يكونون هما دائما متشوقين حتى المدرسة تبلش حتى يروحون للدوام حتى ممكن أيضا يعني بداخل الصف نشوفهم دائما نشيطين بالمبادرات اللي ممكن أن تكون هي من النشاط المدرسي وغيرها من هذه الأمور بالتأكيد اليوم لتأثير العائلة تأثيرها الأكبر والأقوى على الأطفال ممكن من ناحية تقبلهم للعام الدراسي الجديد أو ممكن تحبهم للمدرسة للأسف يعني ممكن أنهما أساسا الطفل لما يبلش يسمع أنه الأم أو الأبن أو أهو رح تبلش المدرسة أو خلاص رح يبقى يبدي الدوام كل هذه الأمور هو لا إراديا رح يبلش يكتسب هذه الأمور من المحيطين بداخل المنزل وبلش أنه أيضا ما يحب المدرسة حتى لو كانت أنه هو شاطر فبالتالي هذا الموضوع رح يأثر عليه بشكل جدا كبير أيضا خلينا دائما ننقل الصورة الحلوة لأطفالنا خصوصا بالصفوف الأولية الصورة الحلوة للمدرسة بأذهانهم حتى بالتالي هم يحبوها اليوم الطالب شقد ما يحب هو المدرسة بالتأكيد رح يكون هو شاطر ممكن لأنه أكو فرق ما بين الطالب الشاطر لهو مجبر أنه يحصل على درجات عالية ممكن خوفا من الأهل أو حتى ممكن أنه هو يكون دائما شهادة مات بها درجات عالية وأيضا الطالب الشاطر لأنه هو يحب المدرسة أكل فرق يكون فرق كل الشبير لما مكان أي شخص اليوم ممكن يحب المكان الذي يكون هو متواجد به بالعمل بالمنزل نشوفه دائما أنه هو مبدع بهذا المكان دائما يحاول أنه يجمله وبنفس الوقت أنه يقوم بالأشياء التي تكون مفيدة إلى هذا المكان فالطالب أيضا بنفس الحالة ممكن حتى لو كان مستوى دراسي متوسط لكن أنه هو يحب المدرسة رح نشوف أنه دائما يروح للدوام بشغف أيضا ممكن بحيوية وبهذا النشاط عكس الأطفال اللي هم يكرهون أجواء المدرسة ويروحون مجبرين والدليل أنه نشوف أكو كثير من الطلاب ببداية العام الدراسي يبلشون عدهم حالة من الكآبة أو قسم ممكن يتمرض لأنه الموضوع كارها نفسيا وما يطيق وأيضا ممكن البعض يعاني من هذا الموضوع ويبلش ببكاء ويضطرون الأهل إلى ممكن أنه تواجد معه بداخل المدرسة بالفترات الأولى أو بالأيام الأولى من بداية العام الدراسي طبعا بغض النظر عن الأطفال يكونهم بالصف الأول ابتدائي لكن عموما مع هذا الموضوع بالتأكيد شوي رح تتحسن من نفسيتهم من خلال شراء بعض الأمور الجديدة حتى يبلشون عامهم الدراسي أيضا بطاقة جديدة يعني مثلا الملابس القرطاسية هذه الأمور كلية تممكن أنه تحفز الطالب أو تحفز الطفل حتى أنه يبلش بعام دراسي أيضا بحب لكن للأسف في بعض الأحيان هناك بعض التجار يستغلون هذه الفترة من ارتفاع الأسعار اللي يمكن أن تكون موجودة بالأمور اللي تخص الأمور المدرسية بالمواد المدرسية فبالتالي اليوم يعني أنا أقول الله يساعد العوائل اللي يعدهم أكثر من طالب ممكن أن يتخلي المدرسة وهذا طبعا بالتأكيد يحتاج إلى أنه كل سنة ممكن أنه هما يشترون إلى بعض الأمور قبل أني أتحدث قبل بيعني ممكن بسنوات السابقة قبل عشر سنوات أو أكثر كان ممكن الطالب مو كل سنة يشترون لأنه مهدوم مدرسية كالصدرية أو مستعزمات المدرسة سنويا ممكن أن يكون هو بين سنة وسنة طبعا بحكم الظروف الاقتصادية اللي كانت تحكم البلد لكن بالسنوات الأخيرة لا أنه الطالب ممكن أنه صار هو خلص إجباري أنه هو كل سنة يشترون له ملامس جديدة هذا الموضوع ممكن أنه يخلق فارق ما بين طالب وآخر يعني اليوم ممكن أكو عوائل حالتهم المادية ما تسمح لهم أنه كل سنة يشترون أشياء جديدة أو مثلا الأخ الأكبر تتحول ملامسه للأخ الأصغر وهكذا يتم الموضوع لكن هذا الموضوع بالتأكيد إلى تأثير جدا قوي نفسيا على الطفل ممكن أنه هذا يخليه يشعر بيع النقص يخليه يشعر بالغيرة من الأطفال الآخرين أيضا ممكن أنه هو نفسيا رح يكون منكسر يعني إحنا ضروري جدا اليوم ممكن أن نتعاون مع الأهالي نتعاون مع العوائل اللي ممكن أنه أتهم كثير من الأطفال أو ممكن بشكل عام لابد أنه إحنا نرأي الأسعار هذا شيء جدا مهم وضروري وبنفس الوقت لأنه بالتالي هذا الموضوع لأنه شكرا ما هو موضوع تجاري لكن بنفس الوقت أنه هو معنوي فخلينا دائما نتعاون بالأسعار لنخلينا نكون بالنسبة للتجار يعني لا تخلوها تكون دائما مرتفعة بشكل أنه العائلة الوحدة لا تقدر تشتري أكثر من طفل بهذا الملابس أو المستلزمات المدرسية أو إلى آخره من هذه الأمور أيضا اليوم نقول بالنسبة للمعلمين للمعلمات خليكم متعاونين أكثر مع الطالب نفسيا حتى يعني يتقبل هذا الموضوع يتقبل بداية الدوام كون أنه كان بعطلة يقعد متأخر ينام متأخر كل هذه الأمور ستبدأ تغير يتغير جدوله ونظامه اليومي فبالتالي يحتاج شوية إلى الأخذ والعطى لأنه بالنهاية جدول لما يبدأ يتغير بالنسبة لأطفال رح يتنحسون كثير وغيرها من هذه الأمور عمّا مشاهدين أحبا خلينا ننتقل إلى تقرير يتحدث حول موضوعنا لهذا اليوم للمستلزمات المدرسية خلينا نشاهدها سوية ومن بعدها كيدا نعود موسيقى 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 أنا من الدجيل وجهة السوق من بلد يعني شوية بلد قضاء أكبر ومسواكها أضبط ولكن بالنسبة للأسعار الأسعار غالية ونحن نقول الله يساعد لعنده ثلاثة وعنده أربعة أطفال أو أربعة طلاب يعني ما يلحق يعني هو راتب الرعاية مية وعشرين ألف وهو إذا يريد يعني مية وخمسين ألف ما يكملهم لذلك نقول نسبة للمحلات هل هالله هل هالله بالعوائل الفقرة هل هالله بالطلاب وسنة إن شاء الله سنة خير والله إحنا نقول نطالب الحكومة نطالب وزارة التربية نقول بلكن الله لعنده يعني منحة للطلاب يعني مساعدة مساعدة للطلب يعني ونطالبهم بيتش يعني منحة لعنده ثلاثة وأربعة شون الله يساعده لذلك نحن نقول هل هالله وجارة التربية هل هالله بطل عبنا أكو نوعيات أكو التركية تعرف أنت وأكو نوعيات غير نوعية وأكو مناسبة والله وأكو محلات هم مناسبة أكدوا الزينة يعني وتراعي الظروف الفقير هم مادينية وأخذنا والحمد الله السماء المتوسطة عندي ثلاثة الحمد الله والشكر أخذنا لهم الحمد أخذ للولد تدري ملابس ما الولد والبنات صداري وقمصان شكرا عام شو شفتين قلت لك بعض المحلات يعني كل شي مناسبة ويراعون الظروف يعني وأكو منها لا والله غاليات بس الحمد الله أخذنا وكفعناهم والحمد الله والله يا راتي شوية يناسبون يعني بالسعر الحكومة المفروضة تتحدث اي 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 طبعا أكيد يعني من هذا الشي سهل صاحبين الرحاية يا راتي يضيفونا بعد أزيد لأن احنا تدري قرطاسيات وهي السنة كلها يعني معقولة تكفي جنطة وحدة معقولة تكفي تكرم حذا واحد ما يكفي على مدار السنة؟ على مدار السنة؟ لا ما تكفي من صحيح؟ ما تكفي يا راتي من الحكومة تباوع علينا وعلى طلابنا إن شاء الله وبعض الناس تدري بهم يعني بالنسبة لي سانا عندي ايتام عندي ايتام يعني يا راتي يساعدونا بالرعاية والله الأسعار إن شاء الله زينة وأكو اقبال على السوق بلد وبلد حاضنة لكل العشائر يعني وترحب بنا والمحلات زينة إن شاء الله لكن السوق بيه ارتفاع شوية أكو ارتفاع بالسوق شوية أكو اقبال على المدارس والناس متوافدة وازدحام وصير شوية ارتفاع بالأسعار والله تدري كل طالب ما يقبل عنه خمسين ستين ألف دينار قرطاسية وجناط عندك أحذية بناطير غنصان مستلزمات كاملة يعني للمدرسة صداري جناط فإن شاء الله والله ندعي إن شاء الله الأمان وهذا الجو الحلو في بلد وإن شاء الله بلد حاضنة لكل العشائر وأهلها طيبين ويستقبلون الناس ومحلاتها مفتوحة لكل العشائر وكل الناس اللي طيبة وإن شاء الله نتمنى الأمان والسلام لكل العشائر وكل شعبنا الموجودة هنا والله بالنسبة للقضاء نحن نحتبر بالنسبة غضاء بلد حاضنة للنواحي وقضاء الدجيال يعني السواق ما شاء الله توافد الأهالي وبداية دراسة سنة جديدة والحمد الله يعني الناس انتداء تشوفها تشتريه وخير من الله والله والله بالنسبة للأسعار الأسعار يعني بيها غلع ليش؟ لعني عليها لوت يعني بداية موسم يعني موسم دراسة ولازم يكون هيت شيء وتدري النواحي عندك قضاء الدجيال على هذا السوق وبالنسبة للنواحي ناحية الضلوعية وناحية الثرب ونفسها النوعيات يعني خير يعني زيانة جيدة يعني لا بأس بيها سنة دراسية بداية عام دراسي جديد تكتظ الأسواق المحلية بالبضاع والمتبضعين اليوم الآن نرى العوائل العراقية والبلداوية وفي محاوظة صلاحة اليوم بخصوص خضاء بلد تأتي إلى الأسواق المحلية للتبضع كل ما يحتاجه الطالب من لوازم مدرسية وقرطاسية وكذلك المدارس جد الأسعار في الأسواق المحلية بعض الشيء مناسبة في قضاء بلد شارع ابت الحسن كما هو معروف لدى جميع الأقضاء والنواحي في محافظة صلاحة الدين وبالأخص جنوب المحافظة الآن بعض المتبضعين نراهم قد وضعوا سيستم ونظام لما يحتاجه الطالب بعض العوائل لديها ثلاث وأربع طلبة هذا عبء كبير على أولياء الأمور إن شاء الله تكون سنة خير لجميع الطلبة أنا طالب جامعي سعود محمد من ناحية الإسحاقي جيت إلى غضاء بلد لكي أهيئ نفسي إلى العام الدراسي إحنا والعائلة لكي بعض الملابس والأشياء الزينة إلى شارع بلت الحسن أسعار مناسبة زينة وأهل بلد ما يقصرون وجداً السوق رخيص ما أطماء أهل المحال التجاريين أطماء المحال جو السوق إذا مات بس على اللي تريده يقول لك أخذ جو السوق يقول لك أخذ بلاش أهل بلد طبعاً استقبل الأهالي العام الدراسي الجريد ويستعدون اليوم للتبضع لتجهيز أبنائهم بكل اللوازم المدرسية بما فيها الملابس المدرسية والقرطاسية وغيرها الأسعار متنوعة طبعاً من مناشئ متعددة يوجد يعني الرخيص ويوجد المتوسط ويوجد الجودة العالية طبقاً للمنتج الموجود يعني بعض البضائع تكون أسعارها غالية نتيجة إنتاجها في بعض الدول مثل تركيا وكل المناشئ موجودة يعني كل الأسعار موجودة اليوم المتبضع يستطيع أن يجد اختلاف كبير بالأسعار ولكن تبقى هناك بعض الإشكالية بالنسبة للأسعار يعاني بعض منها يعني الكثير منهم يعانون من الأسعار وارتفاع الأسعار ولكن نحن نقول الأسعار ليست عالية جداً قياساً بالكثير من البضائع الموجودة في السوق وقياساً بالوضع الاقتصادي الأسعار أنا برأيي طبيعية جداً شكراً للزميل إيهاب من صلاح الدين على هذا التقرير الجميل الذي تحدث حول بداية العام الدراسي الجديد وأيضاً إقبال الناس على شراء المستزمات المدرسية طبعاً كان هناك الكثير من الآراء بالنسبة للأشخاص المتحدثين ما بين ممكن الأسعار المناسبة وأيضاً ممكن الأسعار التي تعتبر غير مناسبة لألفاء الأخرى تحدثنا حول هذا الموضوع قبل ما نشاهد التقرير مع زميل إيهاب حالياً طبعاً بالتأكيد مثل ما عودناكم دائماً من استراحة الظاهرة يكون معنا موضوع ممكن نتحدث عنها يمكن أن يكون هذا الموضوع أن نتحدث بجانب الطبي الفني أو حتى ممكن في بعض الأحيان نتحدث حول الجوانب الأخرى التي تعتبر مهمة جداً لإلهام الأشخاص ممكن لدخول بخط النجاح أو ممكن بطريق النجاح في بعض الأحيان الفشل يعتبر ممكن عامل مهم جداً لتغيير حياتنا نحو الأفضل لكن نحتاج الشخص الصحيح اللي يوجهنا للخطوات الصحيحة رغم ممكن تعدد الفرص اللي تكون أمامنا طبعاً اليوم رح نتحدث بتفاصيل هذا الموضوع ما ضيفنا الكريم اللي نورنا بداخل الأستوديو الأستاذ علي غازي اللي يعتبر هو أيضاً مهندس طاقة ومدرب وأيضاً ملهم لجميع الأشخاص اللي يتابعوا على حسابه بالإنستجرام أهلاً وسهلاً بك أستاذ علينا وردنا شكراً لك وشكراً لحضورك بداية اليوم أنا ذكرت الإلهام يعتبر مهم جداً لكثير من الأشخاص في بعض الأحيان تكون أمامنا فرص متعددة لكن ما نعرف كيف ممكن أن نستغلها نحتاج إلى شخص ممكن أن ينطينا هذا الحافز ينطينا هذا الإعاز حتى نختار الأمور الصحيحة صحيحة اليوم المهمة اللي أنت تقوم بيها مع المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي سواء كانت إنستجرام فيسبوك تيك توك وغيرها من هذه الأمور تعتبر هي مهمة ليست بسهلة لأنه اليوم أحفز شخص حتى ممكن يختار أمور صحيحة تم بحياته هذا الموضوع ليس بسهل كيف ممكن أن أختارت أن تخطو هذه الخطوة بهذا الاتجاه بصراحة أنا بدايتي في الإنستجرام ما كانت غايتها بأنه أنشر محتوى أو إلى آخره كانت غايتها بأنه أوثق اللي داء سيء بشكل يومي عبر موقع التواصل الاجتماعي على أمود أصدقائي وعائلتي وإلى آخره وكانت البداية هي بعيد كل البعد عن الشهرة كانت البداية بأنه أنا إذا أقعد وياك وأسهل فياك على هذا الموضوع أو على هدف معين بما أنه أنت عرفتي هذا حيخلق ضغط عليه بأنه أحقق هذا الهدف فقلت أنا إذا أشارك أهدافي عبر أشخاص أكثر عبر موقع التواصل الاجتماعي مو بس عبير راح تعرف عبير سارة أمي أبويا أحمد محمد وإلى آخره هذا حيخلق ضغط علي مما يعني أنا أنجبر أوصل لهذا الهدف صح فالبداية كانت إيج من بعدها من داء أشوف آني الحمد الله مسيرتي تتكلل بالنجاح يوم ورا يوم يوم ورا يوم داء واجه ظروف صعبة ولكن داء أعديها الحمد الله نعم شفت أكورة فعل جميل من كثير من الأشخاص من خلال مسيرتك ومن خلال رسالتك أن حياتي صارت أفضل أنا أنت حر أنا واني واني وإلى آخر حسيت أن المسؤولية صارت كل شبيرة جيد فأما أستمر بشكل أقوى أما أنت سحب لأنه أنا بالأخير بشر وشينا تخايف من الخطأ لأن في حال أغلط أنا أكو أشخاص يشوفوني قدوة مهما كانت هاي فالتسمية كلش كلش شبيرة لا فعلا يرد إلا واحد صدق يعرف شون يتحمل مسؤوليتها لأنه من تكون قدوة معنات الأعيون كلها تكون عليك وأبسط غلط السوية الجبل ما إنجازتها تراح السوية كلها راح يهدم فبدت من هذا المنطلق والحمد الله أنا كل شي تعلمته من قوة وإصرار عدا علاقتي بالرب عدا الديني والمجتمع الصح اللي نشأت بي ولكن أنطي الفضل من بعد هذا للرياضة الرياضة هي علمتني شون أكون حرفية نقن الظروف لأنه الدنبلس إذا هو 20 كيلو وأنا جاي في اليوم حزين ما راح يسوي نفسه 15 كيلو والله أنا حزين هو 20-20 أقدر أشيله أقدر أشيله ما قدرت أشيله؟ خلص أروح أكل أنام أسوي كل الأمور اللي أحتاجها لما يصبح عندي شي فاصح أمد أستعد أمد لازم في اليوم أشيل فاكتشفت كثير من النبادئ الحقيقية الرصينة لبناء عقلية قوية نحو مستقبل هادف وبصراحة لما أنا نشأت من فترة المراهقة اختاريت هذا المجال ابتعدت كل البعد عن الشغلات الملهيات الغلط للشاب والمراهق يعني كثير من الأمور اللي أصدقائي بالجامعة أو بالمدرسة اللي يساوها أنا كنت أستسخفها أفواً لأنه كنت أشوف أني عندي هدف وطموح أكبر بكثير وملتهف الشيء أكبر لو هذا ما كان موجود كان نالتهيت بأمور أقل أنا أردسة لك اليوم بما أنه حضرتك صاحب محتوى الإلهام اللي ممكن أنه يكون بدون مجاملة يعني أنت ستقدم المحتوى ماتك بدون أي تجميل حقيقة مرة بالضبط فممكن أنه البعض راح تكون عنده ردة فعل من هذا يعني هي للأسف طبيعة الإنسان البشري في بعض الأحيان أمور تكون هي حقيقية لكن ما يتقبلها يحب أنه أحد يجملها إليه أو يلونها حتى يتقبله لكن أنت ممكن أنه تعمل العكس وممكن أنه تكون هذه الصدمة تكون ردة فعلها أيضا يا أما إيجابية بحثة يا أما ممكن أن تكون منفئ بالضبط فالشخص يبدي ينفر من الفيديوهات اللي يشاهده وما يتابعك هذا هي حقيقة يعني أكيد لا شلو اللي يخلك تختار أنه تكون بهذا الاتجاه بالحقيقة الصادمة يعني إحنا ممكن على سبيل المثال في بعض الأحيان أصحاب المحتوى دائما يبحثون عن زيادة المشاهدات عن زيادة المتابعين وبالتالي هذا الموضوع سيفيدهم بانتشار الفيديوهات بشكل أوسع لكن في بعض لكن حضرتك إذا تختار أنه هذه الحقيقة التي تقدمها نزل للمتابعين بضبط أنه ممكن البعض يبلش أنه ما يتابع لأنه هو نفسيا حينجرح أو ممكن راح يذكر بأمور هو أساسا غلط نساويه ده خلي إيدي على جرحه راح أجاوبيش بنقطتين النقطة الأولى لهذا السابع اللي بدأي قلتين ليس أنا محتوى أنا شخص ده أعكس تجربتي بالحياة وعند رسالة معينة نعم اللي أريد أن أسمعها تخيروا على خير اللي ما أريد أن أسمعها من حقها ولكن حيث يوم من الأيام راح أكتشف كلام الصحيح النقطة الثانية أنا مو هدفي أوصل لعدد معين المتابعين أنا هدفي يقول لك الكلمة الخيرة الكلمة الطيبة صدقة زين أنا لما إذا أطلع وإذا أحكي لآلاف المتابعين إذا أحكي حكي مجرد لأجل الضحك لن يوجد كاميرات إلهية يتبع علي أنا أريد اللايكات والكومنتات والوصول اللي الكاميرات الإلهية تتشوفها والترصدها مو اللي موجود بواقع التواصل الاجتماعي مواقع التواصل الاجتماعي هي تحصيل حاصل حسا كلهم معاجبهم خلي نقول عفوة نسميها بس ممكن أهوية الناس يحسوها رزالة أو أنه أيدا خلي ملح على الجرح مالتهم ولكن دائما أشبهها بموضوع معين إذا أنت لا سامح الله إذا ترجعين للبيت لقيتي البيت مالتش خلي نقول ده يحترق مو عندش أطفال بالبيت من حتفوتين شون رح تطلعين أطفالك هل ابن زاكة وتشيلهم على كيفتش تنهارين وتزيهم هز وتشيلهم حتى وإن صار عندهم صدمة من هاي الشيالة صح؟ أنا كذلك قاعدة أشوف الشاب ده يحرق مستقبله ده يحرق نفسه من المستحيل أقدر أوصل للفكرة بطريقة سلسل بالذات لما هو متعود على النوكات والبوبجي والبليارد والدومنة الأمور السطحية الأمور السطحية اللي قال لي نقول مو غلط هي كلش ولكن لما تكون روتين حياة هنا احنا كلش غلط واللي قلت لش لما تجين تحشينه ياه يقولش ما عندي وقت ولكن هو يصرف ما لا يقن عن 4-5 ساعات على مواقع التواصل الاجتماعي 4-5 ساعات ويا أصدقائه ده ينطي ريورد النفسه وده ينطي مكافئة النفسه على إنجاز ما موجود صحيح يعني أنت رحت وظيفتك من 9 إلى 5 تعتبرها إنجاز بحق مستقبلك؟ لا طيب أستاذ علي بالنسبة لموضوع ممكن الأمور التي تقدمها على حساباتك ممكن البعض يتساءل أن هذه الأمور التي تقدمها هل ترى كلية أنه أنت خضتها بتجربة حياتك حتى أن توصلها إلى المتلقي أو إلى المشاهد بالشكل الصحيح أو ممكن أن تكون هي مجرد نصيحة؟ هي خلط الأثنين مع بعض يعني بصراحة أنا شفت حسابك بكثير ممكن من الفيديوهات الملهمة اللي ممكن أنه تخلي الشخص ينتقل من حالة إلى حالة فالسؤال المتوارد أنه هل كل هذه الأمور حضرتك مريت بها؟ خلي نقول 80% من الرسائل التي أوصلها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي هي تجربات شخصية وأيضاً مدروسة 20% هي مثلاً أنا قاعد ويأشت صديقتي حاجتي لها على فد مشكلة معينة عندي صديقة أخرى عندي صديقة أخرى أو كتشابه بالمشاكل وأكتشابه بردود الأفعال أنا افتهمت الوضع أنا هساً ما يحتاج أخوض الغلط اللي خضته عبير وواضح عندي إدراك تام لأن الله عز وجل أنطاني عقل أنا لا يحتاج أغلط وأتعلم أنا أتعلم من قصص غيري التاريخ نفسه هو مستقبل هو مستقبل أفضل أنا تاريخ أجدادي وأبوي وإلى آخره بكل أغلاطه أنا أقدر أعيده وأسقله بدون أغلاطهم رح أكون أفضل نسخة من أجدادي صح؟ فهو خلط ما بين القصص اللي سماعتها وساعدت بها أصدقائي نحوها وحكاً جار ساعدتهم على حلها وأيضاً تجارب شخصية بس خلل نقول 80% من علها تجارب شخصية بمناسبة على موضوع الإنستجرام والسؤال أنا سحسابي تقريباً أعتقد 302 ألف أي وقت تفوتين تشوفين الإنسايت مع الفولورز أنا دائماً زايد ما لا يقل خلال شهر فنقول خمسين ألف حلو بس أكو أربعين أو خمسة وأربعين ألف أنفله آه ليس كل يتحمل الحقيقة صح يعني ودائماً أنا ما أخلي أوجه أصابع الاتهام على أنه هو ما يتحمل الحقيقة مرات أرجع أقول أحاسب نفسي هل من الممكن كلاماً أشاناً غلط؟ ممكن أكفد من ميد فيديو أكو واحد ما أحس منطقي أو أخرى ولكن ما دام أحس الصاح ومقتنع به تماماً فخلي تنقل بالدنيا بالنهاية أنه عندك رسالة توصلها بطريقتك أنت ببصمتك أنت فبالتالي هذا أيضاً الموضوع ممكن أن يميزك عن الآخرين اللي موجودين على مواقع التواصل الاجتماعي أنا أريد أسأل بما أنه حضرتك أيضاً مدرب فبالتالي كيف هذا الموضوع ممكن أنه توازى ما بين أنه أنا اليوم أفكر بفيديو ممكن أقدم به رسالة تفيد الكثير من الأشخاص وفي نفس الوقت لا بد أن يكون وقت لنفسي خصوصاً أنه اليوم الرياضة تحتاج إلى وقت تحتاج إلى التزام بطولات أيضاً في بعض الأحيان فهذا الموضوع كيف نتوازن به الموازنة قصدتش بين أعطاء المعلومة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الموازنة بالوقت يعني أنت اليوم بينما تصور الفيديو وممكن أنه تمنتجها وتنزلها وبعدين تتفاعل وأيضاً ممكن أنه تحضير لفكرة والسيناريو إلى كل هذا يحتاج إلى وقت لما تكونين إنسانة حقيقية الوقت اللي راح تقضيه فقط تطبيق أنا أسأل من داحت شياتي أنا ما أعرف على شينه إحنا راح نحتي أصلاً جئت قلت لي عندني لقات جئت علياتي صح ما دام أنا إنسان حقيقي عبر عملي ومواقع التواصل الاجتماعي وإلى آخرين ما عندي أي خوف من أي كاميرا تجيني فأي فيديو يصير عادة أكثرهم عفويات حلو وأكثرهم خلي نقول محظر لها بأبصر الطرق وما تأخذ وقت شبير وكل ما بديت أتطور بمجال البيزنس لأن أنا يا سيدة تجيني على موضوع الإلهام والسؤال فهي ما توكل خبز أنا شو ما حصل الفلوس من هذه الموضوع كل شيء يحصل إذا أرجع على موضوع التدريب فقط ومحتوى التدريب يعني أحد أشهر إذا لم أشهر مدربين الأولاين بالعراق قللت هذا الشيء زيادة موضوع الإلهام لأنني بالنسبة لي ليس فقط أريد أبني جسم والداخله خالي لأن هناك كثير من الأبطال واللاعبين والناس التي تحولت جسمهم من 150 كيلو وصيرت 70 و80 كيلو أو قام ينزل مطويرات وإلى آخرين الغفلة يبطل لماذا يبطل؟ هناك إشكال هنا هناك أفكار التي تأتي بها سوداوية التي تجعله أن ينسى إنجازاتها وينسى من نفسها وينسى مفهوم الفشل نفسه واضح؟ فأنا قلت أقول أن النازل تعرف ماذا تمرن وتعرف ماذا تأكل الآن أنت نفسك سواء رياضية أو مرياضية تعرفين ماذا الأكل الصح وتعرفين إلى حد ما ما تتمرنين فقط تفاصيل معينة فلما نجي نحكي إحنا على أبطال بطلوا هذا إشكال أكو مشكلة هنا فأنا من أوجه رسالة تفيد ما ينسى مالتهم وتقوي وأن تفهم بأن أنت مهما مريت بأي ظرف لهاية جملة المشهورة أن أنت أقوم من الظروف أي ظرف تمر به أنت تقدر تعديه في حال خليت الخطة صح ممكن أن نخسر البداية لكن لا بد من النفوس صحيح يعني موضوع الكلام التحفيزي يأثر الآن يأثر بنسبة 80% على الشخص وعلى ممكن أن الخطوات التي يخطيها نحن لا ننكر أن كثير من الأشخاص ممكن أن بسبب طفولتهم بسبب الأشياء المكتسبة من العائلة أو من المنزل خلتهم يخافون يخطون أي خطوة ممكن حتى لو كانت صحيحة أو ممكن أن الإنسان لا بد أن دائما يخط تجارب حتى يعرف الصح من الخطأ الإنسان بدون تجربة هو بدون أي شيء ممكن أنه يمتلك ولا شيء أنا أريد أسألك بسؤال الأخير هذا اليوم مدى تأثير العائلة على الإنسان وعلى شخصيته تأثير كبير أنا أرى ما شاء الله في الفيديوات الوالدة تحياتنا عليها موجودة بأكثر الفيديوات فبالتالي أنا أريد أن توصل لهذه الرسالة أيضا للأمهات الذين يشاهدونها بالوقت الحالي نشأة الطفل ما يمكن أن تكون مهمة بتقوية شخصيتهم وبنفس الوقت تأثير العائلة على الأشخاص حتى البالغين سأجاوبي بطريقتي لأنه الإجابة الأولى المنطقية بأنه أهم شيء بالعائلة هو التفاهم الأم والأب مع بعض في توزيع الأولويات وتربية الطفل ولكن سيجدون الناس سيقول لك أنا أمي موهي فهذه الرسالة نقول للناس الشباب المتزوجين بالجديد بأنه أنتم ستقدرون تنجحون طفلكم وتفشون إذا طلع أنت الأماية تقول لأبنها طائح حظ وهذه السؤال لأن أنت غير كفوة في تربيته فوصل لهذه المرحلة ولكن أنا أرجع أقول ما حربطها بموضوع فهذا الطفل كبر وعنده كثير من النقاط السلبية بحياتي سأقول لك ستنصدمين أنا لا أمي ولا أبويا تدعموني بالرياضة بالبداية إلا حد من نجحت أنا كنت بالخطل أذهب للمسبح لأن أبويا لا يجعلني أذهب للمسبح أنا أدعمت أبويا قال لي بطل لعبة كواليسام حول على أي شيء لا يوجد مستقبل أنا رحت على بطولة طلعت بها شنت بها أبويا قال لي استحيت أصفق لك واضح أنا إذا فقط أستمع من هذا ستكسر وحنتهي أوكي لا أنا غيرت المايندزت ما دعا أبويا خل أشوف أنا سأصير مهندس طاقة وسأتخرج من جاية أمريكية وسأحقق طموحة واللي هم طموحي ولكن سأكمل بمجال الرياضة وسأقدر أبني أبني مستقبل أأمن حياته الصحية وأمن حياة أمي الصحية من خلال فتشي هم مدعمون بي بحيث ورها صار عندهم دعم رهيب بهذا المجال كان هذا الحافظ لأنه تكون أنت اليوم بهذا المكان وبهذا المستوى أنا أتمنى لك دائما أن الموفقية أستاذ علينا وردنا بحضورك لهذا اليوم وشكرا أيضا إلى هذا اللقاء الممتع شكرا جزيلا طبعا مشاهدينا أحبب تأكيد مكملين معكم فقراتنا لهذا اليوم حاليا خلينا ننتقل إلى الفقرة القادمة إذن إلى أهلاك مرحبا أسعد الله وقادكم اليوم سنتحدث عن صحة الجهاز التنفسي في فقرتنا الطبيعي جهاز التنفسي مثل ما نعرف هو جهاز حيوي مهم لحياة الإنسان يتكون من مجاري التنفسي اللي يتبدي من الأنف والفم نزولا لحد الرئتين كنا نعرف أنه وظيفة الرئتين هي التبادل الغازي تأخذ الأكسجين من الجو وتطرح فضلات اللي هي ثاني أكسيد الكاربون وبخار الماء للخارج اللي يربط بين الرئتين والجو هو المجارة التنفسية رح نتحدث عن صحة المجارة التنفسية ووضوع مهم جداً اللي هو معروف أدنى بالعراق اسمه حساسية القصبة اسم العلمي الحقيقي هو الربو الناس من تسمع كلمة ربو تتوقع أنه مريض هو دائماً مقعد بالبيت أو بالمستشفى مقابل للطوارئ يأخذ بخاخات وما يقدر كل شيء يسويه بالحقيقة الربو هو مرض شائع جداً اسمه بالعراق أحساسية القصبات ممكن هواي من المستمعين أو المتابعين الكرام عندهم بس ما يدرون بنفسه فكرة ما بيها أنه أعراضه ممكن يصير تنق بالصدر أو ممكن يصير سعال يومي أو قحة الصبح أو بالليل ممكن تمنع المريض أن ينام المشاكلة الأساسية أنه يتهيج بسبب عوامل محيطية من ضمنها أكيد كلنا نعرف أنه الدخان، البخار القوي، الرطوبة القوية إذا تعرضت شخص للهواء البارد القوي سواء السبلت أو بالشتة بنفس الوقت التدخين كما نعرف المهيجات الأخرى ممكن الجهد ممكن واحد من يسعد الدرج أو من يتمرن يحس نفسه ما يقدر يسوي هاي الأشياء مجرد أنه عنده حساسية بالقصبات الفكرة وما بها أنه هاي الحساسية هي عادة عامل وراثي جيني مو شرط أهلك عندهم لكن عادة هو يمشي بالعائل نسميه أحنا هذا الشخص مؤهل للحساسية لذلك تشوف ناس عاديين يتعرض للغبار للدخان وما يقحون وليس يعدهم تنك ولا ضيق نفس لكن الناس اللي يعدهم الحساسية للقصبات رأسا يتهيجون ويتأذن شنو اللي يسويه الشخص اللي يعده حساسية قصبات أو ربه؟ دائماً لازم يحاول يتجنب المهيجات من ضمن هاي المهيجات الفلفل الحار يعني تبقى شخص يأكل سبايسي هوه يحبه ويقوح وراء أو سيعدى ضيق بنفسه فلازم يتجنب السبايسي أيضاً تجنب البخار والدخان مرات تلقوا واحد عده حساسية قصبات فسيدخن جيقاير ويدخن نرقيله وما مهتم هذا الشيء مهم جداً لازم نتجنب بالإضافة إلى هذا أي شخص لازم يراجع طبيبة قبل ما تتحول الحالة إلى طارئة مريد المريض يقابل الطوارئ ويبعد قبل أيام زمان كان العلاج عن طريق حبوب الكورتزون على مد نتجنب الوعكات الصحية اللي يعانون من عندها مراض الربو لكن تطور العلم تحولت هاي إلى بخاخات الكورتزون وهي ناس يخافون من بخاخات الكورتزون فس بالحقيقة هاي البخاخات هي العنصر الرئيسي بعلاج هاي الفئة من المرضى من تأخذ بخاخ مال الكورتزون راح يشتغل فقط على القصابات الهوائية ما راح يمتصل الدم فما راح يؤدي إلى المضاعفات المعروفة من الكورتزون دائما أبدا أبقوا على متابعة مستمرة ويا أطبائكم وانتظمة شو كتما قل لك الدكتور تروح له وشن الأشياء اللي قل لك الدكتور تتجنبها لازم تتجنبها هناك صحة وعافية من قناة سامر شكرا لدكتور ذرغام على هذه الفقرة الجميلة الفقرة الطبية اليوم طبعا منها ضروري جدا أننا دائما نلتزم بتعليمات الدكتور بالنهاية يعني الدكتور الخاص بينا اللي ممكن أن يكون مع تاريخنا الطبي لأنه بالنهاية اليوم الالتزام بالعلاج وبمراحل العلاج تعتبر من الأمور ضرورية جدا للأسف في بعض الأحيان هناك أشخاص بعد فترة بسيطة من العلاج يبلشون أن هما يقطعون علاجهم وما يهتمون به وبالتالي يمكن أن ترجع لهم مضاعفات أقوى من الأول أيضا بنفس الوقت اليوم موضوع الانتقال بين الفصول هذا يعتبر أيضا من المواسم للأشخاص اللي يعانون من عدل يعدهم حساسية اللي يزيد عدهم القحة وأيضا ممكن حساسية الجلد وغيرها من هذه الأمور بتحتاج دائما إلى مراجعة الدكتور بهذه المواسم لنعتمد فقط ممكن على الوصفات اللي إحنا ممكن أن نروح نشتريها من الصيدلية لأنه في بعض الأحيان هناك أدوية ممكن أنه ما تتوالم مع الأمراض اللي نعاني من عدها أو ممكن حتى في بعض الأحيان تكون هي ما تشتغل على النقطة الصحيحة اللي نحن نعاني من عدها للأسف ممكن أنه هذه هي الثقافة اللي متعارف عليها أو المنتشرة رغم أنه هي تختصر وقت لكن بنفس الوقت يعني هي تكون ممكن في بعض الأحيان خلينا ندخل بأمور إحنا في غنى عنها واتطول علينا مدة العلاج حاليا المشاهدين أحبا خلينا ننتقل إلى فقرة أخرى إذن خلي شاهده سوية ومن بعد أكيدا نعوده أربع فوائد صحية بمجرد ما تخلي قدمك بماء دافئ أولا تحسين الدورة الدموية عندما توضع القدمين في الماء الدافئ تتوسع الأوعية الدموية مما يحسن من تدفق الدم إلى الأطراف السفلي هذه العملية تساعد على تقليل التوارضم والتعب الذي قد يتراكم بعد الوقوف أو المشي لفترات طويلة أضف إلى ذلك فإن تحفيز الدورة الدموية يساعد على نقل الأوكسجين والمواد الغذائية بشكل أفضل إلى خلايا الجسم ثانيا تخفيف التوتر والاسترخاف في عصرنا الحالي حيث تتزايد ضغوطات الحياة اليومية قد يكون نقع القدمين في الماء الدافئ هو كل ما يحتاجه الشخص للاسترخاء الماء الدافئ يعمل على تهدئة العصاب واسترخاء العضلات المتوترة مما يجعل هذا العلاج الطبيعي فعالا في تخفيف التوتر والقلق ثالثا تخفيف الآلام العضلي والمفصلي بالنسبة لأولئك الذين يعانون من آلام المفاصل أو الهجهاد العضلي يمكن أن يكون نقع القدمين في الماء الدافئ بمثابة علاج بسيط وفعال يساعد الماء الدافئ على تخفيف التشنجات والآلام التي قد تصيب العضلات والمفاصل في القدمين مما يجعلهم مثاليا لمن يعانون من التهاب المفاصل أو الآلام الناتجة عن الرياضة أو العمل البدني في النهاية يعد تنقيع القدمين في وعاء من الماء الدافئ هي أحد أبسط الطرق التي يمكن أن تساعد في تحسين الصحة العامة والشعور بالراحة والاسترخاء شاهدنا سوية مشاهدينا لأحبة فقرة فوائد التي تتحدث عن فوائد الماء الدافئ اللي يعتبر هو أيضا من الأمور المهمة اللي ممكن أن نتخلصنا من التعب والإرهاق وبنفس الوقت خصوصا إذا تم إنقاع القدمين بقليل من الماء الدافئ أو شوي يكون بسخونة مع الملح كل هذه الأمور ممكن رح تتمتص الطاقة السلبية من جسدنا وبنفس الوقت ممكن أن نتخلصنا من السموم أيضا من الأمور المهمة الأشخاص اللي يعانون من أمراض المفاصل والآلام ممكن أن يستخدمون الماء الدافئ على أقدامهم هذا الموضوع جدا رح يفيدهم أو ممكن الاستحمام والاسترخاء بالماء الدافئ كل هذه الأمور ممكن أن تفيد الجسم ممكن تنطينا أيضا هذه الطاقة الجميلة والتخلص من كل آثار التعب حال يا مشاهدين أحبة خلينا ننتقل سوية إلى فقرة عندك ألم شاهدها ومن بعدها كدل نعود اشتركوا في القناة طبعا مشاهدين الأحبة كانت هذه هي آخر فقراتنا لهذا اليوم كنا وياكم على مدار ساعة كاملة من البث المباشر قدمنا خلالها الكثير من الفقرات المتنوعة والتقارير وأيضا تحدثنا بموضوع جدا مهم مع ضيفنا الكريم بالنهاية أتمنى أنه استفاديتوا من حلقتنا وبنفس الوقت نالت رضاكم واستحسانكم طبعا بالتأكيد مشاهدين الأحبة نلتقيكم بحلقات أخرى انتهى وقتنا لهذا اليوم إلى اللقاء